اشتركوا في القناة يقول لك اخذ يمين مو شرط لانه بسبب نصيام سبب الممارسات اللي يمارسونها بعض الاخوان والخوات من خلال بعض المدربين القير مختصين وهذا يطبق على نفسه وانحنا مثل ما انتم عارفين كلنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لا متساوين لا بعقوننا ولا بفكارنا ولا في نظامنا الغذائي ولا في نمطنا الحياتي والرياضي وغيره احد الاسباب الرئيسية انك انت ممكن تعرض الهبوط او الاغماء ولا غيره النظام الغذائي الفاشل ومارسة الرياضة بشكل غير صحيح للاسف بعض الاخوان والخوات شهر فضيله هو شهر صيام وشهر طاعة والتغرب لله سبحانه وتعالى ولكن هم ما يمنع ان انت تنتهز هذا الشهر وتحافظ على نظامك الغذائي وعلى جسمك عشان تكون جسم جميل وعقل سليم وهذا هو الاهم البعض يسوي ما يتسحر يقل لحبيتين ثلاث تمر او تفاحة خضرة او شوية كاربو حضرات ويكتفي في هذا الغذر من الكمية البسيطة كنظام غذائي وهذا غلط جسمك محتاج كل اجسامنا محتاجة 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 لفيتامينات محتاجة لبروتين محتاجة لامعادن محتاجة لالياف محتاجة لدهون محتاجة لطاقة فلما يكون سحورك كمية بسيطة جداً في مثل هذا الغذر فرحت انت تعرض مثل هذه الاسباب اللي سمعنا فيها خبوط او لا سمح الله طحت في الشارع وما حددر عنك وفي ناس في سياراتهم مثل ما احنا ذكرنا الافضل ان كنت تتغذى صح على حسب شنو انا اكل ممكن البعض يسعر يقول شنو انا اكل هذا الشي يرجع لك انت لحنا كلنا مختلفين غير متصاون لا في اعمالنا ولا في تفكيرنا ولا في اهدافنا على حسب شنو الدكتور او المختص في نظام الغذائي شنو كاتب لك تمشي عليه ما يصير تأخذ من فلان او منخل مواقع التواصل وتطبق على نفسك وهذا غلط اكل سحورك هتفتح مرة واحدة اكل بحدود اكل بروتين كافي اكل كربوهدرات الكمية الكافية لا تفتح كمية كبيرة وتعدوا عن السكريات المصنعة والمشروبات القازية عشان ما تعرض لحالات الغماء والغبوط اللي سمعنا فيها نزين بعض الاقطاع في ناس يلبس بدلة تخسيس بدلة وهذه ما هي بدلة تخسيس هذه ما هي صحيحة وهذا العملية تجارية وليست علاجية ما في شيء اسم حزام تخسيس او بدلة تخسيس انا البسها وتخسس وزني لا هذه الامور كلها تجارية والهدف مالها لصحيح باطل انت اهم شيء انك انتم تمارس الرياضة بالشكل الصحيح راح تلجسم تبدأ من القدمين الحذاء وانت بكرامة البس حذاء صحي ومريح ومارس الرياضة في اي وقت يناسبك ولكن نبتعد عن اشعة الشمس عشان ما تعرض الجفاف والهبوط والاغماء النقطة الثالثة وهذه احنا سمعناها وشفناها من خلال مارثتنا الرياضة ومن خلال وجودنا اسنين في هذا المجال بعض المشتركين بعض الاخوان والخوات يبي يخسس وزنه فقط في الشهر الفضيل يقول انا بنزل خمستعش كيلو انا بنزل عشرين كيلو قلط اللي بتنزله بشكل سريع في هذا الشهر راح يريد عليك يمكن وزن مثل ما انت كنت يعني يا سيب المثال كان وزنك تسعين كيلو نزلت عشرة كيلو بنظام قاسي وسريع ممكن بعد ما انتهي الشهر الفضيل يريد وزنك كما كان واكثر فخلونا نكون حذرين في مثل هذه الجوارب يعني باختصار لا تاخذ اي جدول من بعض المدربين القير مؤهل للتدريب هي مدربين حفظ لك كلمتين وطلعت لعضلتين وقام يعطي تمارين وهذه التمارين قير صحيحة لا تاخذ من احد انت جسمك والانسان طبيب نفسه اخذ النظام الغداعي والجدول الرياضي من شخص مختص عشان لا تكون انت وغيرك ومن اسمعنا حق التجار ومن اسألة الشائعة اللي دائما نسمع فيها ومتة التمرن في شارك وضيف هذا السؤال معقد والجواب معقد اكثر واكبر على شب المثال مايشر انا اقول حق شخص عمره 80 سنة 70 سنة اقول له لازم التمرن خمس الفير او لازم التمرن قبل فطور الساعة خمس او الساعة اربع غلط كل انسان لاهداف على شب المثال احنا عندنا دوامات في ناس خلص دوامات من الساعة اثناش في ناس خلص دوامات من الساعة وحدة فعلى اي اساس ان انت اول ما يخلص دوامك انت بذلت مجهود كبير اثناء عملك ان قاعد 6-7 ساعات الدوام تحرك وتصعد وتكتب في البعض قاعد في مكتبة فاحنا نتكلم بشكل عام وما يصير انت فوق هالمجهود اللي بذلته في دوامك اول ما تطلع حاول ان انت يعني متى ما شفت نفسك مقتدر لا تتغيد في اي وقت محدد شفت نفسك تقدر التمرن قبل الفطور تمرن انت الانسان طبيب نفسه شفت نفسك ما تقدر التمرن قبل الفطور لا تضغط على نفسك علشان لا تطيح في نهاية ما رح تستفيد انت قاعد تضغط نفسك اجباري وهذا غلط شفت نفسك مقتدر انك تتمرن بعد الفطور اي نعم تفطر وقاعد لك ساعة ساعتين ريح وان ثم اروح توقع على الله تمرن سواء كان في النادي او على طرق المشاط مارس الرياضة اللي تناسبك لا تضغط على نفسك هذي الاخطاء اللي من خلال سنين وجودنا وتجاربنا سمعنا وشفنا وايض حالات مروا علينا نفس السؤال متى تمرن قبل الفطور ام بعد الفطور الجواب طبغ اللي ناس بك لا تضغط على نفسك هو اختياري وليس اجباري مقتدر انك كنت تمرن قبل الفطور يعني على سبيل المثال احنا نتمرن قبل الفطور بساعتين التمرين ساعة ساعة ونص خلصنا نص ساعة وصلنا البيت قعدنا تفطرنا واللي مور طيبة احيانا انا ابدل جهد كبير الصبح ولا شي اثناء الدوام اشوف نفسي غير مستطع انا اتكلم عن تجربة شخصية واللي حوالي انه شفت نفسي اليوم انا ما اقدر اتمرن قبل الفطور اريح اقعد مع الهل اتفطر خلصت فطوري بعد ساعتين بدلت ورحت النادي وتمرنت واللي مور طيبة وهذا هو الجواب حق الهسئلة اللي احنا دائما نسمع فيها وتقبلها طاعتكم وشوكم على خير في فقرات افضل واجمل مع السلامة اشتركوا في القناة